اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان فسبب المسائب والفتن كلها الظنوب فالظنوب والمعاسي ما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا في قلوب إلا أعمتها ولا في أجساد إلا عذبتها ولا في أمة إلا أضلتها ولا في نفوس إلا أفسدتها وللمعاسي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نذل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة يقول تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفواً كثير ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الشاعرون إذا كنت في نعمة فرعها فإن الظنوب تزيل النعم يقول تبارك وتعالى وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأن أم الله فأذاقها الله لباس الجوء والخوف بما كانوا يصنعون وقال أيضاً في آية أخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا روا أحمد أنصوبان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يسيبه وفي الحديث آخر الظنوب تنقص العمر ومن شعوم المعسية أنها تمنع القطر وتسلط السلطان وفي صنان ابن ماجا أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميذان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعون وجور السلطان ولم يمنعوا الزكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البحائم لم يمطروا وشعوم المعسية بلغ البر والبحر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن شعوم المعسية أنها تورس الزلة وتفسد الأقلة وتورس الهمة وتطعف الجوارح وتعمل بسيرة وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب وقال الحسن رحمه الله الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت فإذا مات قلب الإنسان لم ينتفع به صاحبة قال عبد الله بن المبارك رأيت الظنوبة تميت القلوب وقد يورس الزلة إدمانها وترك الظنوب حياة القلوب وخير لنفسك عسيانها والأحسن من هذا قول الله تبارك وتعالى ألم يهد للذين يرسون الأرد من بعد أهلها ألا نشاء أسبناهم بظنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للسيئة سوادا سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووحنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق قال سليمان التيميمي إن الرجل ليذنب الزنب فيسبه وعليه مزلته ومن خطورة المآسه أنها تطعف الحفظة وربما أذهبته وتحرم صاحبها العلم اتقوا الله عباد الله ولا تقترفوا الزنوبة ولا تستهينوا بها قالت آئشة رضي الله عنه أقل الزنوبة فإنكم لن تلقوا لها أذ وجل بشيء أفضل من قلة الزنوب قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة لكن انظر إلى من أصيته وكان بشار لو تفكر الناس في عظمة الله ما أصو الله تبارك وتعالى قال وحيب بن ورده اتكي أن يكون الله أحوانت ناظرين إليك وعلم عباد الله أن الزنبدين في زمة فاعله لا بد من آدائه قال أبو درداء رحمه الله البر لا يبلى والإسم لا ينصى قال الفضيل بن عياط ما عملت ذنبا إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي ونظر أحد العباد إلى سبي فتأمل محاسنه فأوتي في منامه وكيل له لتجددن غبها بعد أربعين سنة وقال ابن السيرين حين ركبه الدين واغتم لذلك إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة وقال أحد السلف نسيت القرآن بذنب أملته منذ أربعين سنة ومن أدرار الظنوب والمعاسي أنها تسخن صاحبها عن العبادة كما قال رجل للحسن يا أبا صعي إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعدة هوري فما بالي لا أقوم فقال ظنوبك قيدتك وقال الحسن أيضا إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وقال السوري هرمت قيام الليل خمسة عشر بذنب أذنبته وقال بعض السلف كم من أكلة يعني من حرام منعتني كيام الليل وكم من نظرة يعني حرام منعتني قراءة سورة وقال أبو سليمان الداراني لا تفوت أهد صلاة الجماعة إلا بذنب لذا فإن المؤمن الآقل يجتهد في البعود عن الظنوب ويجهر أهل الظنوب والمعاسي فإن شعم معسيتهم يبلغه فكما أن الظنوب والمعاسي تمهق البركة العمر وبركة الرزق والعلم كذلك الاستقامة والتقوة تجلب البركة على العباد والبلاد كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتهنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسكيناهم معا غدقه قال الحسن لو استقاموا على طاعة الله وما أمروا به لأقصر الله لهم الأموال حتى يقتنيوا بها ثم يقول الحسن والله إن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكذلك كانوا سامعين لله مطيعين له فتهت لهم كنوذ الكسرى وقيسر وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقوله فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال ابن أباس رضي الله عنهما إن للحسنة ذياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في القلوب الخلق فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوبوا في اليوم مئة مرة ورواه مسلم وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعلى الأبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النسوها والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضى فيحسن الطهورة ثم يقول فيسلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له رواه الخمسة وفي الحديث أبي حريرا رضي الله عنه أن رجلا أذنب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا أو قال عملت عملا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب كد غفرت لعبدي متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبه فإن الأبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر الله له رواف أحبت ألا فسلوا على الحبيب المصطفى كما عمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فسل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر ظنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقوها وذكها وأنت خير من ذكاها اللهم ربنا عبلنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة اللهم هدنا وحد شباب الإسلام والمسلمين وخذ بناسيتهم إلى الخير والسلاح والرشاد اللهم تقبل منا اللهم اغفر ظنوبنا 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 كيف تمت لجعبو القنية؟ لا يجب عليكم أن تكون هناك وهي أكبر وهي أكبر وهي أكبر وهي أصبح وهي أصبح محبرة وهي أصبح ويأتي أن يكون هناك لقد طرح لدينا الكثير من صباحه هكذا لدينا المحافظة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر